بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بمراكش لقاء حول نظام البكالوريوس وذلك في سياق تنزيل ورش الإصلاح البداغوجي ولملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجية سوق الشغل وتيسير اندمج الخريجين في الحياة العملية اللقاء الذي جمع عمد الكلية بالهيئة البداغوجية والإدارية سعى إلى إطلاع أستاذة ورؤساء الشعب على هذا النظام التعليمي الجديد الممتد أربع سنوات من التكوين ومقترح هندسة نظامه وتنزيله ومزايا هذا السلك الجامعي بالنسبة للطلبة ونظام مارين الهدف منه هو تكوين طالب متفتح ومنفاعل مع السوق الشغل وأيضا هذا النظام هو فيه مكتسبات بالنسبة للطلبة حيث أنه يسمح للطالب بتكوين مارين متفتح يعتمد كتناً على اللغات وعلى الكفايات والمهارات الداتية يندرج هذا اللقاء في إطار الأيام المفتوحة حول سلك البكالوريوس المنظمة بين 4 و 11 فبراير الجاري تحت شعار ابتكارون انفتاح وملأمة تمشياً مع المقربة التشاركية التي تنهجها جمعة القضي عياد لتنزيل الورش البيداغوجي الخاص بنظام البكالوريوس ترجمة نانسي قنقر